خد الأنظار كلها والراجل راح جايله يعني إحنا اللي نرفزينه ومش هو بنرفزنا خليك زكي لازم تبقى فاهم إن الجهاز هو اللي اللي لعب الجيم ده الجهاز النهاردة اللي يدور كبير جدا 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 في إدارة المباراة من بره خطوط ولعب جيم كبير جدا ضد إيتو تصريحات إيتو وبالمناسبة تاني اشرب يا إيتو تاني أنا عارز روك حاجة أنا ما بيحبش اللقطات دي بس بصراحة أنا مبسوط فيك جدا اشرب يقته اتعلم عليك النهاردة من مصريين اتعلم عليك من كارلوس كيروش في المؤتمر الصحفي وفي تصريحاته والنهاردة كمان يتعلم عليك في الملعب عشان كنت عايز يدخل حرب وحرب تقيلة لا حرب تقيلة عليك المصريين ما يدخلش معهم حرب المصريين ممكن يوقعوا بعض المصريين ممكن يتخلقوا مع بعض يعملوا مشاكل مع بعض لكن انت تيجي توقعهم لا انسى حد يجي من برا لا صعب فالنهاردة جيم كبير كارلوس كيروش عمله عمل جيم كبير جدا عمل مباراة كبيرة جدا الجهاز الفني مبروك لمصر اشرب يا كيرو اشرب يا ايتو ومبروك لمصر هنطلع في فاصل ونرجع لستقبل نجميل